انتهى الاسبوع الاول من مهلة الاسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة يجري الرئيس المكلف اتصالاته وسط اجواء شديدة التكتم والغموض فيغيب عن السمع ويبتعد عن الاضواء ويلتزم الصمت اخر المعلومات تشير الى حماسة اديب لتشكيل حكومة من 14 وزيرا من ذوي الاختصاص لكن للقوى السياسية رأي اخر الرئيس المكلف يواجه الاشتراطات التي تعود عليها رئيس الجمهورية في شكل الحكومة وتطعيمها بعناصر سياسية لذلك لا ارى مخرج قريب وتحديدا في نهاية مهلة الاسبوعين التي كان حددها الرئيس ماكرون بحسب متابعين لا تتوقف الطبقة السياسية عن ممارسة لعبتها المفضلة التي تتمثل بالمماطلة وكسب الوقت تمهيدا لفرض الشروط والمحاصصة للدفع بحكومة على قياسها وقياس مصالحها او على الاقل حكومة لا تضعفها ما زال الطبقة السياسية في لبنان تعيش في عالم اخر يعني عوض تسهيل مهمة الرئيس المكلف وتشكيل حكومي خلال ساعات حكومة طوارئ وحكومة انقاذ للأسف ما زال يلجأون للمناورات التقليدية ولا تقوم على المحاصصة والمطالبة بالوزارات الدسمية ووزارات الخدماتية تقف الحكومة العتيدة امام تحديات تنفيذ اصلاحات ملحة مالية وسياسية واقتصادية ومكفحة الفساد اضافة الاولوية اعادة اعمار بيروت ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ لا يملك المسؤولون في بيروت طرف الوقت فالضغوط الخارجية والداخلية والشعبية تفرد نفسها وحسب الاتفاق مع ماكرون امامهم اصبوع واحد فقط لانجاز التشكيلة الحكومية لكن مصادر سياسية تتخوف من ان تكون الحكومة العتيدة نسخة معدلة عن الحكومة السابقة سلمان عدارس كان يوز عربية بيروت